بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا هتمر علينا أيام أيام من أجل الأيام عند الله ولازم لما ندخل هذه الأيام ندخل من باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بركتها واسعة أوي ومحتاجة كلام منور وكلام واسع بوسع تجلي ومحبة الواسع سبحانه وتعالى والإنسان الكامل هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقدر يدخلنا على حضرة الواسع في هذه الأيام المباركات وعشان كده هنقرأ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام المباركات فعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحديث ده محتاج تريس منه ونقرأه قراءة مختلفة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما نروح لرواية تانية من روايات الحديث الشريف بيعدلنا عدد من الأعمال الصالحة فيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية ما من أيام أعظم وعند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد نقف هنا شوية في هذا الحديث هذا الحديث بيقول أن العشر من ذي الحجة هذه العشر هي الأفضل والأعظم والأحب عند الله سبحانه وتعالى وأن العمل الصالح فيها أحب عند الله من سائل الأعمال في غيرها من الأيام وهنا فيه مفهوم أنا بحب أن نحن نتكلم عنه وهو ما يسمى بإدارة المواسم يعني هي إدارة المواسم المواسم يا سيدي الله سبحانه وتعالى يجعلها تأتي في حياتنا لكي ماذا تفعل لكي تجعل العباد في حالة استعظيم لنعمة الله سبحانه وتعالى بيجي الناس وتمروا عليهم أيام صعبة فربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الموسم فيفرج عنهم ويوسع عليهم يوسع عليهم زي ما وسع عليهم في ليلة عيد الفطر لما علمنا أن الموسم ده موسم توسع على الناس ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لنا من وسع على أهل بيته في يوم عاشراء وسع الله عليه سائر سنتي طيب أنا بقول لكم ليه لأن المواسم فلسفتها أن الله جعل المواسم عشان يوسع علينا يوسع علينا من إيه يوسع علينا من رزقه ومن عطاياه عشان الناس إيه اللي يحصل يحصل لهم المكسورين والعرجان واللي ما يدروش يعملوا بالأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم ويفتح لهم الأبواب المغلقة ويستطيعوا بعرجتهم أن يدركوا ركب السائرين إلى الله فتيجي المواسم وتكتر الخير وتكتر البركة وتخلي الأعمال مضاعفة فيبقى دوة فضل من الله سبحانه وتعالى وعشان كده تجد الليالي العشر فيهم ثلاث حاجات مهمة زي ما في الرواية التانية من الروايات الحديث إيه الحاجة الأولانية؟ التهليل إيه الحاجة التانية؟ التكبير إيه الحاجة التالتة؟ التحميد طب إيه معاني التلاتة دول؟ ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا أن نحن نكسر من التهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام العشر عشان نقدر نشيل الأسرار والأنوار اللي هي في الليالي دي ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات؟ ألا فتعرضوا لها التهليل يخليك تحس إن الليالي دي إن الأيام دي جاي عشان توسع عليك فتوسع عليك وتحمل من أنوارها وتتغذى بيها وتتدخر وتزودوا فإن خير تزاد التقوى فتتدخر من هذه الأيام بسر إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله فعشان كده نكسر التهليل عشان نتغذى بلا حول ولا قوة إلا بالله حالة الثانية نكسر التكبير ليه نكسر التكبير؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونكسر التكبير ليه؟ عشان من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فالتكبير نحس بماذا؟ بعظيم نعمة الله والتكبير عشان تحس بأن الكبيرة لا يعطيك إلا نعمة كبيرة فيبقى لا حول ولا قوة إلا بالله هنقدر نحصل إيه؟ هنحصل إيه في هذه الأيام؟ مع ما عملت إحنا عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الثاني لا وكان فضل الله عليك عظيمة فضل الله الواسع الواسع فلذلك منته وفضله هيكون واسع منه سبحانه وتعالى وبعد كده إلا حاصل تكون متيقن متيقن من أنك أنت تصيب النعمة وعشان كده يجي التحميد تحمد ربنا على أن أنت أكيد أصبت بنعمة من النعم من الأيام دي وعشان كده لما نيجي في يوم عرفة هناك من وقف بيوم عرفة وظن أن الله لن يغفر له فقد أعظم على الله الفريا يبقى عندنا تلات قيم أساسية عندنا إيه القيمة الأولى الافتقار والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله المعنى الثاني تعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة اليقين من عطاء الله سبحانه وتعالى خش بقى بالتلات معاني دي على الأيام العشر ساعتها هتعرف يعني إيه قوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله معناه معنى راقي قوي إن المعنى ده إن الله سبحانه وتعالى اللي يحبه هو بيحب إن العبد يتودد به إليه وإن أنت تسعى في حب مولاك هي أعظم معاني الحياة علشان كده العلماء قالوا خرجوا بقعدة لطيفة كده إن الشيء اللي بيحبه ربنا يستلزم إن ده أفضل من غيره في الأجر وفي الثواب وفي الوصل بالله سبحانه وتعالى علشان كده قالوا إن العمل في الأيام العشر أفضل من أيام الدنيا كلها وربنا أقسم بيها فقالوا الفج وليالي عشر بعضهم بيخلي الليالي العشر يليالي رمضان وبعضهم بيذهب إن هي برضو الليالي العشر من ذي الحجة تعالوا نستعرض إيه من الأعمال المستحبة اللي إحنا نعملها بس أنا عايزكم بس تلتفتوا أنا بعتبر الموسم ده اللي موسم ذي الحجة مع موسم رمضان أو الله الموسمين بذات و لذلك موسم رمضان بعده عيد و موسم ذي الحجة بعده عيد ليه؟ ده جيزة الذين فهموا حلاوة الموسم اللي هو موسم إيه؟ التسكية هذا موسم جاء كرسي كده للتسكية و لذلك لو لاحظتوا كده إن رمضان قسم عشرة أيام أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النيران و كأن فكرة العشرة فكرة تلك عشرة كاملة فكرة العشرة دي دي أداف تسكية الإنسان جبت منين الكلام ده من قولي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال حتى الجهاد في سبيل الله و كأن الإشارة بالجهاد بيشير إلى أن العشرة بتاعتز الحجة هي عشرة تسكية و لذلك من الحاجات اللي فاهمها أهل الله إن العشرة دي بنصوم فيها و كأنهم ربطين برضو إن فيها تسكية زي تسكية رمضان و لذلك إحنا دخلين على العش هي عشرة تسكية تعالوا نقول لنفسنا كده إحنا دخلين على أن الله سبحانه وتعالى يهذبنا في هذه العش و لذلك تجد بقى في حاجات في العش حاجات كتيرة قوي اللي نوي و ضحي ما يخش من أظافري ولا من شعر ليه؟ قال لك يتشبه بالحاجات لا ده هو عايز يحصله حالة من حالات الزهر حالة من حالات التسكية فلازم نفهم ده بشكل صحيح يبقى العشرة دي عشرة تسكية يبقى تعالوا نتفع مع بعض السنة دي إحنا سنسعى في تسكية أنفسنا و نلاحظ كده إن لما يزود في التهليل يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله دي تخلية لما يزود في التكبير ده إيه ده؟ دي تحلية إنه يعظم نعمة الله الذي فيه يحلي حياته بالنعم إن ربنا ادهاله ولا ذكر الله أكبر فيعظم النعمة يحصله بعد كده بقى الحال إنه يتهيأ للتجليل إلا هو التحميد بقى يحمد الله سبحانه وتعالى فيتهيأ للمزيد ولئن شكرتم لأزيد أنكم إيه ده؟ ده أيام فيه حاجات غريبة جدا وعشان كده سيدنا الحفظ ابن رجب الحنبالي بيقول حاجة مهمة أوي إن قيام الليل في الليالي العشر دي بيستحب قيام الليل في الليالي العشر وكمان بيورد عن الصالحين إن الدعاء مستجاب في الليالي العشر وعشان كده الإمام الشفع استحب بالدعاء في الليالي العشر وكأنهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا اوعى تفصل الليالي العشر دول في معانيهم وفي وظيفتهم في حياتك عن وظيفة المواسم الأخرى زي موسم رمضان كده وعشان كده سعيد بن جبير وهو الراوي لحديث رسول الله سلم اللي احنا ذكرناه عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كان إذا دخل الليالي العشر اجتهد فيها اجتهادا حتى يكاد لا يقدر هذا الاجتهاد ويقول إيه؟ إنه هو يقول لا تطفقوا سروجكم ليالي العشر يعني هو عايزوا إيه؟ ما تنموش بالليل لأن الليل ده الليل المحبين يعني الليالي العشر دي ما تنموش في الليل إيه ده؟ ده فيها قيام ليل إيه ده؟ وكأن المعنى اللي احنا بنتكلم عليه دي أيام تسكية وأنا أعرف أنا كنت بيشوف أهلينا وناسنا كان بيحيشوا حالة من حالات التسكية عجيبة إيه شي شوء للحج وإيه شي سعي في الخيرات وإطعام وزكوات وصيام وكأنهم صحيح مش واجب عليهم وكأنني أنا عايز أقول لكم حاجة كأنني كان رمضان واجب إيه اللي حاصل؟ شوفوا كده حديث رسول الله سلم وما تقرب إلي المتقربون بأحبة مما افترضتوه عليهم ده رمضانه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إيه ده؟ مودي الليل العشر وكأن كده الموسمين دول المركزيين في حياتنا بيعملوا إيه؟ ولاحظ أن العشر دولة وحدة من وحدات تقسيم رمضان ولذلك حتى العشر الأخيرة هي اللي بيلتمس فيها ليلة القدر والعشر من زل حجة بيلتمس فيها برضو يوم عارفة إيه ده؟ وعشان كده العلماء قالوا دي الليالي المباركات دي الليالي العشر من رمضان والأيام المباركات هي أيام ماذا؟ أيام زل حجة وكأنهم بيقولوا إيه؟ اوعى تبعد عن ساحة مولاك فإنه لي وأنا أجزي به ولذلك من الأعمال المهمة في الأيام دي كمان ذكر الله تنفيذا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات فالأيام المعلومات هي أيام العشر وده اللي عند الجمهور وده اللي عليه الجمهور وروي كمان في صحيح لمن بخاري أن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما إيه الحكاية؟ لو كأن المسألة كده الناس حاسين أن ده لازم يبقى فيه حال يبقى رمضان الفرد والعشر منزل حجة السنة وما فيش موسم طاعة بيفوت على العبد فاللي ما قدرش على الحج ليه برضو أعمال ممكن يدرك بيها أهل الحج زي إيه؟ زي سيوم يقوم عرفة بيكفر الزنوب زي الحج كده بيقول يعني الحج من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه تمنجي نقول له يا رب كأننا زي ما قاله لحظة النبي ذهب أهل الدسور بالأجور في حظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة أحتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها زي ما في رواية الإمام مسلم يبقى إلا حاصل يلا هلموا سوموا يوم عرفة وكأنكم قد حججتم وتخرجوا من يوم عرفة مغفورا لكم كما خرج الحجج من حجين مغفور لهم وكمان إخلاص النية والاشتياق إلى الحق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منهم عبد رزقه الله سبحانه وتعالى علما ويرزقه مالا فهو بهذا المال فهو صلطه على هذا المال يقول صادق لو أن لي مالا لعبدت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء إيه ده؟ يعني الرجل بنية ده أصبح بأجرهم ما سواء أقول لكم حاجة معروفة أو قصة معروفة كان رؤية عن ملك ابن الدينار وبعضهم بيقول لا ده مش عن ملك ابن الدينار ده رؤية عن عبد الله بن المبارك يقولوا إيه إن عبد الله بن المبارك راح الحج مرة هو كان يحب الحج فنام في يوم عرفة ووجد أن الناس وكأنهم لم يغفر له وكأنهم في ضيق وكأنهم في ضيق فإن اللي حصل فنام تاني فسمع مناديا يقول اذهبوا وقد غفر لكم لقاء ما فعل موفق للإسكاف إيه ده فقام فسأل عن هذا الشخص فعلم أنه من أهل الشام فبحث حتى وصل إليه فوجده فقال له أنت عملت إيه؟ قال له والله أنا قال له لازم أنا عزمت عليك أن تقول لي لقد سمعت كذا فقال له والله أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا أعدت أجمع فلوس الحج لعشر سنين وفي اليوم اللي جمعت فيه فلوس الحج هو الشخص ده يعمل إسكافي فجمع فلوس الحج اللي هو في عشر سنين وفجأة إيه اللي حاصل روح البلد بالفلوس دي فلأ أولاده بيعيطه وزوجته بتقول له فهو بيسأله بيعيطه ليه قال له والله أصلي جارتنا عندها ريحة الشواء وريحة الشواء خلت الأولاد يعيطه عشان هم عايزين يأكلوا لحمة ما أكلوش لحمة من شهور فقالت له يا ريت تستأذن وتطلب من جارتنا شيء من اللحم فزهب عشان يستأذن من جارتهم عشان يشير اللحم فخرجت له فقالت له أنت تعلم أنني أرملة وقد تيتم أولادي وكدنا أن نموت من الجوع ومالإيه اللحمة اللي عندكم دي قالت فنفقت غنمة جارنا وألقاها في الطريق فذهبت فأخذت من لحمها اللي أصبحت ميتة دي فأخذت من لحمها وشويت لأولاد لكي لا يموت من الجوع وأكلوا على أد ما يكلوا عشان ما يموتوش فإن كان هذا يجوز لك أعطيك منه فبكى موفق الإسكافي بكى بكاء شديدا قال ما قمنا بحقك وقد ظلمناك النبي تنأكل وأنت تبيت جوعا أنت وأولادك وعاد إلى بيته وأخذ المال الذي ادخره للحج وأعطاه للأرملة وأيتامها فقال الله عبدالله بن مبارك بهذا بلغت ما بلغت حج مش بس الحج ده هو سمع أن الحج ربنا أكرمهم بسر هذا الرجل يا سادة إحنا عشان نحج قدامنا أعمال كثيرة ممكن نعملها جبران خاطر حد في الظروف اللي إحنا فيها دي يجعلك كأنك حججت فتح قلب واحد بعد ما نهدمت حياته قدامه هتفتح لك الباب كأنك حججت بداية حياة علمية تتعلم فيها الدين بطريقة صحيحة بعد تشتت وبعد تشدد يخليك كأنك ولدت من جديد موسم الحج مش بس ميلاد جديد للحجاج موسم الحج لازم نعرف إن الأيام العش هي أيام ميلاد فمن أراد أن يولد من جديد فهذه أيام عشر سيخرج منها مولودا جديدا وحسب أن يكون من أهل يوم عرفة حتى يذوق حلاوة أنه قد ولد من جديد يا رب اجعلنا في هذه الأيام العشر من أهل البركة ومن أهل النور ومن أهل الفتح والتوفيق والسداد يا رب كريم أنت تعلم شوقنا للحج وتعلم أننا يا مولانا نشتاق إلى أن نلثم عتباتي الكعبة ونسير في المواطن التي سار فيها حضرة النبي ونزور حضرة النبي ويا جمال روضة النبي ويا جمال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنه يا رب اجعل كل مشتاء مننا يا رب يحصل ثوابه ويحصل جماله ويحصل وصال الحج يا رب العالمين مسكين فقراء لا نعرف أحدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة إلا أنت يا مولانا يا مولانا نسألك لأهل الاشتياق أن تجعلهم من أهل العطايا يا رب العالمين نسألك أن تكرمنا وأن تهبنا يا مولانا لذة أنوار ما يحصله الحجيج من وصال وجمال يا رب العالمين أكرمنا وأعنا واجعلنا من أهل المحبة يا رب العالمين بعد الفاصل نلقاكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم اللي بتوصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره اللي احنا بنستقبل عليها أسئلتكم وأسئلتكم بتكون سبب لوصلنا بالله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن هو يبارك فيكم وإن شاء الله نكمل دايما معاكم أسئلتكم وتكون دوت باب من أبواب فتح مجالس العلم أول سؤالة عندنا وصلنا على صفحتنا بيقول وأنا بصلي بنسى أنا في أي ركع ومرات مش بصلي خالص أعمل إيه آه ده شكل من أشكال الوسواس إذا وصلنا إلى حد إن احنا ما بنقدرش نصلي خالص والصلاة خلاص مش قادرين نصليها فإحنا في الغالب لازم نشوف لو في حياة كثيرة بقى مصاحبة لده قد نكون محتاجين استشارة استشارة ودعم نفسي ليه؟ لأن دوت درجة شديدة من الوسواس طب نعمل إيه أنا بصلي لو بصلي وبنسى في أي ركعة وده بيحصلي في كل الركعات يعني ده بيحصليش في ركعة واحدة لا بيحصلي في كل الركعات لو ده بيحصلي في كل الركعات يبقى أنا أعمل الحاجة اللي تمشي الوسواس ده يعني لو كان اللي يمشي الوسواس ده إن أنا أبني على أقل أبني على اللي يمشي الوسواس ده إن أنا أبني على أكثر أبني على الأكثر يعني إيه أنا صليت أربعة ولا تلاتة لا أصليت أربعة خلي الوسواس ده بقى يمشي ليه لأننا المفروض أن أنا على طول بصلي أربعة فجي له إسواس نقني من اليقين إلى الشك أن أنا بصلي أربعة فهو نقني إلى الشك إيه ده يعني ده مش خلاف القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك قال لا العلماء كثير من علماء قالوا في حالة الشخص الشكاك دوت الشخص المؤسوس ده لا هو ملتزمين بنفس القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك إزاي أنا يقين أن أنا بصلي أربعة هو اللي جي شككني أو إن أنا غلب على ظن إن أنا بسبب الاعتياد إن أنا غلب على ظن إن أنا بصلي أربعة فجي الشك غلبة الظن لا تزالوا بالشك عند شك وعشان كده اللي حاصل أبني على الأكثر لو ده هيدفع لإيه لو ده هيدفع الوسواس عني الحياة التانية لما أحس إن أنا بقى مش قادر أصلي خالص لازم إن أنا أستعين بهذا الدعم النفسي والأمر التاني لازم أكثر من ذكر الله خلي بالكم بس أنا دايما بقول للناس عشان الناس بس ما يحاولوش يعملوا الحاجات دي لإن فيه كثير من الناس لما بيحصل لهم ده يعملوا حاجة مش لطيفة يقولوا أكيد بقى الشيطان وأكيد فيه حاجة ركباني أوه هتسمعوا الكلام ده ولا تلتفتوا إليه لأ الوسواس بيجي من النفس أقصد الوسواس اللي بيصل في بعض الأحيان إلى الوسواس القاهري ده من النفس يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى إحنا هنعمل الحاجات الإجراءات دي أول حاجة عشان نكمل الصلاة نبني على الأكثر لو كنا في حالة الوسواس اللي هي من النوع ده الأمر الثاني نذكر الله ونصلي على حضرت النبي كثيرا الحاجة الثالثة نعمل إيه؟ إذا كنا محتاجين لدعم نفسي نروح لدعم نفسي عشان نكون الأمر أسهل علينا وأحسن السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت أنا كنت عملت أضحية السنة اللي فاتت وكان نفسي أعمل أفضل منها يعني كان هو عنده مثلا عمل ماشية أو عمل ماعز فهو عايز يعمل إيه؟ يعمل يتبح بقى يتبح جمال يتبح بقى يتبح شيء من هذا يتبح حاجة وقلت لو ربنا كرمني عامل أضحية أفضل السنة الجاية يعني اللي إحنا فيها دلوقتي بس أنا بالفلوس وجدت عمل خير نفسي أعمله أساعد بيه وكده مش هقدر أضحي السنة دي على عليا وزر هو السؤال أنت عملت عمل خير وصرفت الفلوس لو كنت عملت عمل خير وصرفت الفلوس خلاصة وجيه عليك جيت عليك الأضحية وانت معاكش الفلوس اللي تعمل بيها أضحية يبقى معالكش حاجة معالكش أنت قلت إن السنة الجاي أعمل كده لكن أنت لو ما كنت صرفت الفلوس دي وانت ندرت على نفسك الندري دا الندري دا بقى يواجب فأعمل إيه؟ فأعمل الكلام دا طيب في حالة تاني حالة تانية ان ياللي حاصل لا ده يا مولانا المسألة دي الناس الراجل ده مش لاقي حد يساعده وهيموت لا الانسان قبل كل شيء لو اديت الفلوس دي هتكفر عن يمينك لو اديت الفلوس دي هتكفر عن يمينك اذا من قدش هتقدر تعمل الكلام ده مرة تانية يبقى اذا اديت الفلوس ده للشخص اللي هو خلاص حالته حالته مش هيقدر يعيش ولا بد ان حد يتدخل بمال وما حدش تلاقيين حد يتدخل بمال ولا لا ان حد انت تدله على الخير ده فيعمله وما فيش غيرك انت اه ادفع الفلوس دي وكفر لان انت كنت خلاص النظر ان انت السنة دي تدبح افضل لو كان الامر على كده وخلاص انت دفعت الفلوس وكان النظر السنة دي هتكفر عن يمينك لان خلاص بقى فاتت مسألة السنة دي لان انت حددت السنة الجاية اللي هي دي وانت قلت ان انا قصد دي لكن لو كنت قصد السنة الجاية اي سنة من السنوات اللي بعد كده كان ماشي كنت ممكن تدفع الفلوس للرجل وتدبح في سنة من السنوات اللي بعدها لكن انت قلت السنة الجاية اللي هي الساق دلوقتي انت اللي كاتب في السؤال دلوقتي ان هي دلوقتي فاذا فاتت السنة دي يبقى خلاص انت ما يوفتش بالنظر يبقى ايه اللي يحصل ساعتها هتكفر وتتعامل مع النظر كأنه ايه كأنه يمين وتكفر عن يمينك يبقى احنا واضحة عشان بس المسألة تبقى واضح يبقى ساعتها هتكفر عن يمينك لان انت ايه اللي حاصل لم توفي بالنظر لما تدفع الفلوس دي طيب لا ده يقدر حد تاني يساعد الشخص ده يبقى عليك ان انت توفي بالنظر اولى ليه لان النظر بينقلب الى واجب يعني ايه بينقلب الى واجب ولذلك الاصل في النظر العلماء يقولوا ان الاصل في النظر تكره ما تلزمش نفسك بما ايه ما تلزمش نفسك بشي ما تقولش ندر علي ما تعملش كده ما تعملش كده ليه لان الندر بعد ما كانت الصدقة مستحبة لما ندرت بقيت واجبة عليك يبقى دوت عشان ما تعملش كده في نفسك يبقى ما تندرش احسن واللي حاصل مش معنى ما تندرش احسن ان انت ما تصدقش لا تصدق من غير ندر ويبقى دي فيه ساعة ليك انت واحسن ليك انت طيب السؤال بعد كده لو فيه مشاكل بيني وبين الاهل كل ما حاول اقرب منهم يبعدوا حلها ايه حلها المدومة حلها الايه المدومة حضرت النبي علمنا حاجات مهمة جدا في هذا السياق اول حاجة فيه ثلاث قواعد في الحالة بتاعتنا دي اول قاعدة ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل من اذا قطعت رحمة وواصلها ده في كل العلاقات يبقى اللي حاصل لما فيه علاقة مهمة وخاصة مع الاهل لما تتقطع انت توصلها يعني ايه توصلها يعني هما لو ما بيسألوش انت تسأل طب اسأل ايه تسأل بما تستطيع وتسأل بما لا يعود عليك بضرر او باذا فتواصل اهلك وتتصل بيهم وتوصل من قطع منهم لان ايه اللي حاصل دائما عندنا في الشرع كده خيرهما الذي يبدأ بالسلام ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل من اذا قطعت رحم وواصلها انت شايف ايه يبقى دايما انت لازم تكون ثابت على اخلاقك ثابت على الجمال ثابت على الرحمة ثابت على الخير ثابت على العمران لازم تبقى ثابت يبقى ايه اللي حاصل يبقى استمر دي اول قاعدة اللي هي قاعدة ليس الواصل بالمكافر القاعدة التانية والمهمة خير العمل يأدومه وإن قل تداوم ما تنقطعش هما اذا قطعوا انت تداوم الحاجة التالتة لا تحقرن من المعروف شيئا يعني ايه ما تجيش تقوله يعني هو سلام عليهم ولا سؤال عليهم ولا الاحسان عليهم هيغير قصفة قلوبهم دي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بويد ينطلق انت ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرهم بايه ولا هيبارك في حياتهم بايه ولا هيخليهم ولا وصالك دوة واللي انت بتعمله ده انت ما تعرفش هيعمل ايه في صدرهم لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء يقلبوا كيف يشاء فتوكل على الله ويعمل وصال وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الجمال فاصل ونعود إليكم لنجم الأسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة ونجم الأسئلتنا بسؤال جديد بيقول أنا عندي وسواس في الصلاة سلم يا رب يعني عند تكبيرة الأحرام ممكن أقطع الصلاة بسبب الوسواسة فيها وقراءة الفتحة برضو بعيد الآيات فيها مش عارف أعمل إيه بما أني يعني ده تاني سؤال في النهاردة في الكلام عن الوسواس ومفيش حلقة إلا بنتكلم عن الوسواس فيها فخليني أصراحكم الأول خليني أجاوب على السؤال الأول بعدين أصراحكم بحاجة مهمة أول بيقول إن أنا بتوسوس وخاصة عند تكبيرة إحرام أعمل إيه وممكن أقطع صلاة من الوسواسة عشان أقول لي أنا ما أكبرتش تكبيرة الإحرام صح أو لحسن أكون ما توضيتش صح أو يكون ما عملتش حاجات أو أنا أكون لسه ما تطهرتش بشكل صحيح وفي الفتحة برضو بيحس إنه ما أقراش الفتحة فممكن يرجع من وسط الراجعة يرجع تاني عشان نقرأ الفتحة ويعمل الكلام ده مرات يعمل إيه ما تعملش كده ما تطوعش زي ما بيقوله إيه ما تطوعش نفسك لما يجي لك الوسواس ده إنت ما قلتش تكبيرة الإحرام كويس قل له ما لكش دعوة ما لكش دعوة يعني إيه كمل لأن إنت الأساس إن إنت كده كده إنت موسوس فبتقول تكبيرة الإحرام بعدد من المرات كافية فتوكل على الله يقولي بس أسنع حسنا ما قلت ما كانتش مع النية أنا عارف بقى نحن كان عندنا ناس يعني أنا شفت الكلام ده تقاتل قاتل لي بقى الشخص في غاية الثقافة وفي غاية بس ده أمر نفسي هنعمل إيه فعشان نعالجه ادخل على الصلاة على طول الله أكبر وخلاص وادخل وما تلتفتش تاني تبقى الصلاة مش تبقى بطلة مش هتبقى بطلة تبقى أنا كده ما بقاش مقصر لا أنت مش مقصر تبقى أنا كده صلاة تبقى صحيحة أو صلاة تبقى يعني ما هدعاش تاني ما تعتاش تاني تبقى وفي الفتحة اقرأ الفتحة مرة واحدة وما تكررش حتى لو نفسك قالتك أعيد الفتحة عشان أنت ما أردش الفتحة صح ما تسمعش الكلام ده وزي ما قلنا قبل كده احنا محتاجين قد نكون محتاجين دعم نفسي بعض 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 أشكال الوسواس القاهري ده بيبقى محتاج بيحتاج احنا ناخد أدوية عشان بيبقى فيه مشكلة في كيميا المخ فلازم نعرف ده كويس جدا 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 ايه اللي أنا عايز أكلمكم فيه هو ايه أنا خلاص أنا بعتبر المفتي باحث اجتماعي ما ينفعش تمر عليه ظاهرة كده وما يراعهاش ليه لأن المفتي عندنا بيراعي المقالات وبينظر كمان في الأحوال وفي السياق فإذا كان واحد بيراعي المقالات وبينظر في السياق وأكيد بيبحث في الظواهر الاجتماعية أنا عايز أقولكم حاجة وده ما نقول كده سيأتي زمان ندرس فيه ما حدث للتدين المصري ونكتشف أن كثرة الوسواس جاء من هذا التدين الكمي ومن هذا التشدد الذي جعل الناس يتعاملون مع الهيئات هيئة الصلاة ومع سنن الصلاة ويتعاملون مع الصلاة كأنها حالة من حالات النظام الصارم الذي إذا أخلى الإنسان ببعض من هذا النظام فسدت صلاة فما بقيناش نفرأ في الصلاة وما بين الفرائد وما بين السنن وما بين الهيئات فتواسوس الناس ليه؟ لأن الناس أصحاب التدين الكمي وأصحاب التدين المتشدد ناس متعلموش الفقه ومتعلموش الدين وده اللي بيحصل من أي حد بيتعرض لأي مهنة هو مش من أهلها وعشان كده إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بيها في النار سبعين خريفا شفنا الناس وهم بيقولوله أنا والله مش عارف بس أنا حاسس أني هتبقى مشكلة لو أنك أنت كبرت ودخلت في الصلاة بغير إخلاص لازم تكون مخلص يا سيدي إيه اللي أنت بتقولهوله ده الرجل أصلا بيجلد ذاته وهو مش نقصك بتقوله كده ليه قاله بيقوله كده عشان أخليه يحس بالصلاة وبلزة الصلاة يا أخي أنت بتفسد عليه حياته مش بتفزد عليه صلاةه بس ده هو بيحس أنه هو ما فيش علاقة بينه بالربنا لأنه هو ربنا قابله وربينا بيحبه كان خلاه يصلي عشان كده بعضهم بيسيب الصلاة بالكلية لأنه بيحس أنه ربنا ما بيحبوش أمه لو بيعزبه بالصلاة ليه وعشان كده يا سادة نستحلفكم بالله اللي ملوش دعوه ما يكلمش اللي مش من أهل الفاتوه يسكت أرحموا من في الأرض يا أرحمكم من في السماء خلي بالكم الشخص اللي بيأزي حد بهذه الطريقة اللي دعي ليه حضرة النبي قال قتلوهم قتلهم قتلهم الله إنما شفاء العيي السؤال فنتقل الله في نفسنا السؤال اللي بعد كده بيقول أنا متزوج من 15 سنة وعلاقتي مع زوجتي صعبة على طول مشاكل عندي ولد وبنت في الإعداد سبب المشاكل قلة اهتمام منها ومش حاسس بيها خالص وعلى فكرة ليه شقف فيتابويا أفلتها وأعدت بالإيجارة علشان رضاها أنا مش عارف أعمل إيه قررت أطلقها بس أرجع وأقول اللي يلزم بها إيه الله يسترك صحيح اللي يلزم بها إيه أنتو زنبكو إيه اللي أنتو بتعملوه ده واضح قوي بدل قلتلي على طول يبقى واضح كده أنتو كنتوا عايزين تأهيل للزواج قبل ما تتجاوزوا أصلا طيب نعمل إيه المسألة بسيطة لو كنت عايز تستمر في الزواج أنت عايز تعمل شوية حاجات لازم تفهمها أول حاجة لازم تجدد مش حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله جددوا زواككم بذكر الزواج زكر الزواجة هو الحوار معا زي ما فيه زكر في الحياة الجواز فيه زكر اللي هو الكلام مع الزوج ولذلك إحنا اوعوا تقولوا بدل أنت دلوقتي بتقول أنت مش هين عليك تطلقها عشان العيال ده علامة من علامات بقاء الحب قال لي زي يا مولانا إحنا أصلا مش طيقين بعض آه مش طيقين بعض بس قاعدين مع بعض عشان العيال يعني فيه رابط منكم ونتوا الاتنينة هو يبقى لسه الحب آه سعي الحب في قدنا مستوياته لكن الحب مازال موجودا يبقى نعمل إيه إيه اللي نعمله عشان الحب يتجدد مرة ثانية إيه اللي إحنا نقدر نعمله عشان الحب يتجدد أول حاجة نعملها إن إحنا نعمل طريقة ونتفع على موعد دايما نجتمع فيه ونتكلم مع بعض يعني مثلا على سبيل المسال بعض صلاة العيشة بنقعد نص ساعة نتكلم فيها مع بعض ساعة تسعة نقعد مع بعض كده نص ساعة من تسعة لتسعة ونص نتكلم فيها مع بعض ودي تبقى إيه؟ يبقى شكل من أشكال الذكر مجلس يحضره مولانا سبحانه وتعالى ومجلس تشهده الملائكة لزوجين عايزين يقبلوا على الله وما زال وما تقرب إلي المتقربون بأحبة مما افترضته عليه هو ربنا افترض علينا إيه؟ حسن العشرة وعاشرهن بالمعروف أو ده فرض ده مش سنة الكلام مع بعض ده مش سنة ده فرض عشان نقرب نقترب من بعض يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أول حاجة نقترب من بعض فنتكلم مع بعض نص ساعة كلام مع بعض انت بتقول لي نعمل إيه؟ أول حاجة نص ساعة نتكلم مع بعض بس ما فيش كلام عن الماضي كلام كله عن المستقبل نتكلم عن المستقبل والسعادة دي أول حاجة الأمر الثاني انت بتقول لي العلاقة بيني وبينها وحشة اخرجوا مع بعض لوحدكم إيه اللي حاصل؟ مش حضت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج مع السيدة عائشة ويتسابقوا اخرجوا مع بعض لوحدكم اخرجوا مع بعض واشربوا واشربوا أي مشروب بس ما تضعيوش وعدكم في الأكل اخرجوا مع بعض تمشوا أو مع بعض سواء بالسيارة أو مع بعض على رجليكم وامشوا مع بعض المشيان مع بعض ده بيخلي الناس تقرب من بعض كمان لو سمحتم في حاجة عجيبة غريبة بتغير القلوب الامتنان كل واحد فيكم يمتن للتاني انت بتقولها احنا على طول في مشاكل بس اكيد هي فيها حاجة حلوة تطلع طيبة تطلع هي ربة الأولاد ومعنى ان هي ربة الأولاد ان هي شخص قادر يدير ذاته ويدير كمان الأولاد فهي عندها جميل ان هي ربة أولادكم وربنا سبحانه وتعالى أعانها في ذلك فمستحقيا ان انت تمتن لها بده يبقى الامتنان وانت كمان وانت كمان اياته هالزوجة محتاجة تمتن لزوجك اللي هو صابر 15 سنة وهو صحيح متدايق ومش بعانا كده ان انا بقول ان انت ظلماء او هو ولا بقول ان هو ظلمك لكن بقول ان انت وليتنين بينكم مشاكل لان انا ما شفتكمش نعمل ايه بقى نجتهد ونحاول بقدر امكان ان احنا نعمل الاجراءات دي الاجراءات دي هتسهل عننا الامور كتير واذا ما كانش فاعلن وسعلا بيكم في مركز الالشاد الزواجي في دارة الافتاءة المصرية يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حديث من اجل الاحاديث واتكلمنا النهاردة عن ادارة للمواسم ازاي المواسم الكبرى عندنا هي مواسم تسكية تسكية يعني ايه يعني تخلية من كل اوشاب السنين السنة وتحلية بنفحات السنة ونفحات ومدد ربنا والاستعداد لتجلية عشان نعيش السنة الجديدة بانوار مولانا وبوصل مولانا يا رب اجعلنا في هذه الايام العاش نولد من جديد نولد من رحم الرحمة ونشرب من نور وصلك ونحيا يا ربنا على الدوام بقربك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا من مواليدي موسم البركة والإقبال عليك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا برحمتك وادخلنا في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين